اشتركوا في القناة بتنزل على مجلة او بوستر او نوع من الدعاية او على الويب سايت او اي مجال فيه لاستخدام الصورة والصور هنا المصور طبعا احنا كل الفيلم النهاردة بيتكلم عن استخدام العواكس في تصوير الملابس الرياضية في منطقة طبيعية او منطقة زي جنينة او غابة او اي شيء من الحاجات دي دايما نربط اللبس او الحاجات اللي احنا نستخدمها لاماكن الطبيعية الاستخدام هنا معنا عواكس معنا لابتوب معنا كاميرا معنا مساعدين مفاهمين كل حاجة واحد بيقيس الضوء واحد بيشيل العاكس كل واحد عارف دوره ودي مجموعة من الناس مصورين تحت التدريب طبعا احنا شايفين المصور هو اللي بتحكم في كل حاجة بتحكم في اللقطة بتحكم في وضع العواكس الموديل لازم تكون متفاهمة جدا الوضع اللي هي تعمله هي موديل هدفها في النهاية اظهار ملابس الرياضة لازم الملابس الرياضة ما اخدهاش على سرير ولا جوه حمام ولا جوه مطبخ ما نفعش ملابس الرياضية لازم ملابس جاري ملابس الرياضة لازم اخدها في اماكنها الطبيعية ودي برضو لازم لوحد يعرف كل حاجة ان كل شيء لازم يبقى في مكانه الطبيعي هنا الفيلم بكله بيكلم عن استخدام العواكس العواكس هنا اولا وزنها خفيف جدا مصنوعة من القماش والحوامل بتاعتها مصنوعة من الالمونيوم الخفيف بحيث انها بتساعد المصور على شلها وحملها لمسافات طويلة في اماكن مفهاش كهرباء مفهاش اي وسائل يعني بيعتمد اعتماد كله على الشمس الشمس هي مصدر الوحيد للضوء هنا فما انا باخد الشمس وبعد بقى اخففها اعكسها في النهاية بعمل بها شغل كويسة المجموعة للتصوير دايما بقى في عربية مجهزة بأكل بشرب بمكياج بمكان فيه تغيير ملابس كل الحاجات دي بتساعد جدا على نجاح المصور المتخصص في مجال تصوير الملابس او تصوير الفاشون والحاجات دي طبعا يبقى فيه دايما فيه تصميم مصبك للحاجة اللي احنا عايزين نصورها فيه ديزاينر بيعمل التصميم قبل ما المصور بيصور هنا بناخد الخلفية الخارج منها الشمس خلالها الشمس والموديل بتقف قدامها كأنها خلفية مضاقة بتعمل شغل حلو جدا العدسات المستخدمة هنا عدسات زوم طويلة في الغالب عدساتها فتحات واسعة العدسات البيضة اللي احنا شايفانها دي غير العدسات السودة اللي احنا بنستخدمها اي عدسة بيضة كده يبقى فتحات عدساتها واسعة ودي من النوع الغالي جدا هنا بناخد الشطات على عدة لقطات بناخد مثلا كل مئة لقطة بنختار تلاتة دي النسبة العالمية في اختيار الصورة المناسبة بصور كتير جدا كمية الصور كتير قوي وشكرا لرؤيتكم الفيلم دوت وان شاء الله مع فيلم تانية شكرا معكم مصور احمد البراوي معات مضى بمكلا بكلاب شكرا معاً على احمد تانية شكرا مع من صحينا له